اهلا بحضراتكم مرة تانية تبقى مجنون لو مشيت وقال ليبر بول تبقوا مجانين لو مشيت محمد صلاح شايف هنوصل لصيغة التعاقد امتى وهل فعلا محمد صلاح يعني أنسب له وأفضله البقاء في ليبر بول يعني اه انا شايف السؤال الاخير ده اجابته ايوة ببساطة احيانا العمر بيفرق الوقت اللي انت بتبقى فيه اخر عقب اه بيفرق لانه مش هيحقق محمد صلاح من باب الوقت اقصد من باب الوقت مش من باب اي شيء تاني هو عنده الدافعية هو لما تسأل على الموضوع دوت قال انا انا هكمل بعد الاربعين عادي مفيش مشاكل بس الموضوع انه العقود لو انت عايز تحصل اكبر ربح مدي حالي النسبة اقول 80 في المئة اللي هيديك العقد الكويس دلوقتي دوت اللي عنده الدافع انه يديك العقد الكويس دوت هو ليبر بول دلوقتي الا لعشان انا شايف ان في المركاتو اللي جاي فيه ثلاث صفقات مش شير مع بعض يا كابتن زال بازل كده امبابي هلان دي صلاح صحيح كل صفقة من دول هتتحرك في حتة هتأثر على الصفقة اللي بعدها فلو امبابي مثلا اتحرك من باريش سان جيرمان هنا محمد صلاح فعلا يقدر يتكلم في ورقة مساومة وفي حد في بعض التقارير بدأ تحرك الى حد ما شبه رسمي من بي اس جي لان امبابي خلاص ممكن يكون في طريق لريال مدريد فخلاص امبابي ها يمشي يبقى التفاوض محمد صلاح ممكن يكون جاري في خلال الاسابيع اللي جاي بالزبط وهلند من الناحة التانية الفريق اللي هيختاره غالبا ما بين بارشونة وريال مدريد ممكن الصفق الجاي ممكن هلند ما يتنقلش الصفق الجاي ممكن يتنقل الصفق اللي بعده وان كان ريولا عايز الصفق الصفق الجاي ان الناس بتحاول تعمل صفقات كتيرة في دوافع في اسبانيا حتى لو انا مش مصدق قوي ان بارشونة يعرف في مول صفقة هلند بس لو لان مدريد يعرف في مول صفقة هلند هنا هيأثر جدا في ان هلند ممكن ما يخليش رام مدريد يندفع بنفس الطريقة على مبابي فمحمد صلاح في الوقت دوت هتبقى الامور هتتقفل عليه في لفيربول ففي صفقات زي البازل كده ولكن انا شاف القرار الانسب واعتقد اللي صلاح عايزه ان هو يقعد في ليفربول المبلغ بالمبلغ اللي هو رسمه اللي هو اعتقد ان هو محمد صلاح لو حصل على مس 좋دة دوتمية وخمسين الف سترليني في الاسبوع لو كل المفاوضاتivamenteت على كده اعتقد اهلا مبلغ في ليفر بول دلوقتي واحد من أعلى المبالغ لم يكن اعلى مش عارف بالزبط الأهلا هو الأعلى هو الأعلى هيكون الأعلى في ليفر بول ولو محمد صلاح ومحمد صلاح بنشط entschieden خمسمية. الخمسمية تخليه أعلى لعب في الفريمير ليج ودي القيمة اللي هو يستحقها. ما عندناش اي شك في ورقة التفاوض. بتكلم على تدعيات معينة وظروف معينة. احنا كلنا نتمنى ياخد مليون. لكن هو فيه ظروف معينة. وانت بتتكلم على موضوع السن. انه ممكن ليبر بولي يقول لك لا خلاص. انت موجود معنا لغاية الفين ثلاثة وعشرين. واعتقادي السنة اللي جاية. الاندية اللي هتدفع المبلغ ده هتكون قليلة بشكل كبير. والمشكلة قدام صلاح ورقة زي العاب زي جيدون سانشو مثلا. والعاب زي كريستان رونالدو في مانشسة الونايتد. واحد صغير جدا وبياخد اكتر منه. واحد كبير دلوقتي بينه مسيرته. وبياخد اكتر منه. والاتنين بياخد اكتر منه بشوية حلوين.